شمل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعايته المباراة نهائية لدورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين والتي انطلقت على أستاذ جابر الأحمد الدولية هذا وقد أناب سموه رعاه الله سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتمثيل سموه في المباراة والتي تجمع في هذه الأثناء منتخبي الإمارات وعمان والذان احتكما إلى شوطين إضافيين لحسم لقب البطولة وعد أن تعادل في الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف وشهد النهائي توافد جماهير غفيرة من داخل وخارج الكويت فيما استقبلت اللجنة المنظمة للبطولة الجماهير بترتيبات ملائمة لاسيما القادمين من الإمارات وعمان